نحن نتواصل معكم مشاهدين على ذكر هذا التنقل وتنقل الأستاذ يعني في ولاة السودان مختلفة هنمشي الولايات الشمالية بالتحديد دوم كثيرة هي الأسر والشخصيات التي رسمت على جدار الذاكرة السودانية صورة لا تنمحي وواقعا يستدعي الوقوف عنده بكثير من العجاب والتأمل فمن يملك أكثر من مئتي كتاب في مختلف علوم الدين والدنيا كمؤلفات خاصة ودخل الإسلام على يديه ما يزيد عن الثلاثين ألفا تعدد في الزيجاد وربط بينها بالعدل والحكمة وسعة البال ويحافظ إلى الآن مع بقية أفراد أسرته على الخلوة التي أنشأت في العام 1693 للميلاد إنه الشيخ العالم عبدالله الشخيري من قرية مشاكيلة إحدى قرى مناطق المحس بالولاية الشمالية إنسان جعل همه الأول خدمة عباد الله يتنقل ما بين بيوته الأربعة وزوجاته وخمسة وعشرين من أبنائه ما من باب للعلم إلا وطرقه بتواضع العلماء ووافر الجهد والإخلاص وأدل على ذلك مكتبته التي تحوي ما يقارب المليوني كتاب في علم الأصول والفقه والمنطق والسيرة ومختلف الكتب في العلوم الأخرى يحدثنا بآدب جم عن بعض تجاربه الشخصية وكيف يعشق الإنسان كتابا ويغوص في بطونه على اختلاف المحتوى والمضامين تنقل شيخنا ما بين العديد من المدن السودانية والعربية والأفريقية وغيرها في جنوب السودان له قصة عنوانها سر الجاذبية تصاحبها كرامات العلماء وأدبهم وأسرارهم العجيبة فكان أن توافد إلى مجلسه الآلاف من الناس فاعتنقوا الإسلام وأحبوا رجلا أهداهم إلى طريق الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أنشأ الرجل إلى جانب مكتباته العامرة روحا من التآلف بين زوجاته تعددت النساء واتفقت القلوب على محبة الزوج يجتمعنا في كثير من الأوقات في بيت إحداهن أنجبنا البنين والبنات فللرجل في هذا المجال تجربة مفادها إن كان حي يعيش في جنة فهو ذلك الحي وتمضي إحدى زوجاته تحكي قصتها وهي فاطمة من دولة سيراليون لم تتمالك نفسها تبكي حينا وتأخذها العبرة حينا تسترجع فاطمة ذاكرتها إلى حيث نشأتها وعائلتها في تلك الدولة الأفريقية وكيف أن جمع الله بينها وبين زوجها في أقصى شمال السودان على هذا النحو من الإلفة والمحبة في الله والله أنا أ venي إلى هذا المنزل 23 عام وعلى الحمد لله لقد أصروا 5 أطفال 3 أطفال 2 أطفال وأنهم في هذا المنزل في محاكلا هم جميعا لم أعرف كيف أتحدث أسرته الممتدة لكل فرد من أفرادها تجربة خاصة مع العلم والإبحار فيه فخلوة مشاكيلة التي تأسست في العام 1693 للميلاد ورثة حية لأسرة الشيخ عبد الله أشخيري فالأخ الأكبر هو من يقف اليوم على شؤون الخلوة منذ العام 1943 للميلاد لم تنطفئ فيها نار القرآن ولم تنقطع منها خطى الحافظين لكتاب الله وطلبت العلم من كل أسقاع الدنيا وتمضي بنا سيرة صاحب هذه القصة على نحو من السرد السلسي والحكاية المنسابة غير أننا نتوقف عند هذه النقطة لنعاود اللقاء به في سانحة أخرى لنحيي شيخنا عبد الله أشخيري أحمد هلالي الولايات الشمالية منطقة مشاكيلة